بالجزائر تلميذ يغرس خنجراً في ظهري معلمتي القصة كاملة قبل البدء فضلاً اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديدين كذلك لا تنسوا إعجابكم بالمقطع لأن الإعجابات تساعد هذا المحتوى على الانتشار بشكل أكبر حسب الموقع الإلكتروني العين الإخبارية ريحانة بنشية تفاصيل مروعة في قصة غرس تلميذ خنجراً في ظهري معلمته وكتب الموقع الإلكتروني العين الإخبارية ضجة واسعة شهدتها موقع التواصل الاجتماعي في الجزائر الخميس بسبب واقع عن تلميذ لمعلمته ريحانة بنشية في الظهر وأقدم تلميذ قاسر يدرس في المرحلة المتوسطة بمدرسة الشهيد عمار السعيد في الجزائر على طعن معلمته بعد ساعات من تواعده في قتلها ونقلت وسائل إعلام محلية جزائرية تفاصيل القصة المرعبة حيث طردت ريحانة بنشية التلميذ من الفصل بسبب سلوكه المشاغب فهددها بالقتل وبعدها بساعات راصد المعلمة في أثناء خروجها من المدرسة فقفز من الصور الخلفي للمدرسة وطعنها في الظهر وتدول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لإصابة المعلمة الخطيرة فضلا عن صور للحظة تلقيها الطعنة ونقلت المعلمة إلى المستشفى وخضعت لجراحة دقيقة لإخراج السكين وسلم والد المتهم نجله للسلطات الجزائرية بعدما كثفت الجهات الأمنية من تحرياتها عن التلميذ حيث تمكنت من ضبطه وفتح تحقيق معه لكشف أسباب الجريمة وانتقل وزير التربية الوطنية في الجزائر عبد الحكيم بالعابد إلى ولاية باتنا من أجل الإطمئنان على صحة الأستاذة ريحانة واتجه وزير التربية إلى مقر ولاية باتنا وكان في استقباله والي الولاية ومختلف السلطات المحلية قبل التنقل إلى المستشفى الجامعي ونجح فريق طبي بمستشفى باتنا في إخراج الخنجر من ظهر ريحانة وفقا لوسائل إعلام محلية جزائرية وتفعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تفاصيل الجريمة مطالبين بتوقيع أقصى عقوبة على الطالب وتوجيه عسرته وأنتم اتركوا لنا رأيكم في التعليق عن هذه الجريمة البشعة وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية المقطع لا تنسوا للشراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديدنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر